اشتركوا في القناة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الكلام عن الاتجاهات وكيف تعبر عن الاتجاهات وكيف تسأل عن اتجاه معين من الاتجاهات من الأماكن المعينة وأيضا في الجزء الثاني من الفيديو هنتناول الإجابة عن هذه الأسئلة إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن الطريقة الصحيحة اللي بتسأل بها عن مكان معين والطريقة المؤدبة والمهذبة حين تسأل شخص ما عن مكان ما وده يساعدنا في طبعا في الديالوجس and conversations اللي بتجابلنا في الامتحانات وتجابلنا في الأسئلة وفي مختلف التستات المختلفة إن شاء الله هتلاقوا حاجة مفيدة هتفيدكم في هذا الفيديو إن شاء الله عايز منكم الإنصاط كاملا عايزكم تكرروا الجمل لإني طبعا تعرفين اللغة الإنجليزية integrated فيها اللغة فيها إزاي تستمع إزاي تتحدث فمهم جدا مش كلها قصة قواعده بس إن شاء الله نبدأ على بركة الله في هذا الفيديو إن شاء الله أول حاجة هنتكلم عنها في الجزء الأول من الفيديو زي ما تحدثت الآن asking about directions إزاي تسأل عن الاتجاه عايز تروح إلى عيادة عايز تروح إلى مستشفى عايز تسأل عن مدحف إيه هي الطريقة الصحيحة and the proper way to ask someone الطريقة المهذبة إنك إنت تسأل شخص ما how to go to this place or that place ده اللي هنشوفه في الجزء الأول إذن السؤال عن الاتجاهات في الجزء الثاني وراء على طول إن شاء الله هنتكلم how to respond إزاي ترد على الأسئلة دي يعني giving directions إزاي واحد سألك سؤال عن مكان معين وإنت عارف المكان ده how to tell him about this place إزاي تقول له مثلا اتجه يمينا شمالا امشي طوالي how to use the English language in this context إزاي تستخدم اللغة الإنجليزية في هذا السياق طبعا حضراتكم إنتوا عارفين عشان أعرف الأماكن دي بالتحديد في أي dialogue أو أي conversation لازم أقرأ ال conversation ودي نصيحتي لكم إنكم ترقوا ال conversation من أوله لأخيره بدون أعطاء أي إجابات عشان ممكن تتعرفوا على بعض النقاط المهمة اللي هتساعدكم في حل هذه الأسئلة بالنسبة لل dialogue إزاي نبدأ مع بعض إن شاء الله how to ask about directions أول حاجة ممكن أنت تستخدم التعبير اللي أمامك ده بكل بساطة تقول إيه how do I get to the hospital أو ممكن أنت تغير المكان ده على حسب ال dialogue بتكلم عن إيه وإنا يهمني السطر الأولاني اللي موجود في الحوار ده تقرأ عشان تعرف ال dialogue بتكلم عن إيه so how do I get to the hospital إزاي أصل إلى المستشفى ده سؤال بتسأل بي عن ال directions عن الأماكن وعن الاتجاحات ممكن بطريقة أخرى where is نستخدم أداة لاستفهم where أين ببساطة جدا where is the nearest clinic أين أقرب عيادة where is the nearest museum where is the nearest hospital whatever so it's up to you ممكن نستخدم الطريقة دي ممكن نستخدم الطريقة دي ما فيش مشاكل كلها أسئلة جميلة وسهلة ومتركبة صح أو ممكن تسأل بطريقة أخرى can you tell me تسأل واحد مثلا توقفه في الطريق can you tell me ممكن تقولي the way to the toilet can you tell me the way to the toilet ممكن تقولي الحمام فيه لو سمحت طريقة أخرى ممكن نسأل بها لو إحنا ماشيين are we on the right road for Cairo أنت في الأوتوبيس مثلا أو في التاكسي وحسيت نفسك تهت كده يعني فممكن تسأل اللي جنبك وتقوله are we on the right road for Cairo احنا ماشيين صحي كده راحين القاهرة are we on the right road for وتكمل المكان اللي انت ايه بتسأل عنه هنا دي طريقة جميلة جدا ممكن نقولك yes we are أو no we aren't بعد كده ممكن انت تغير أو تقعد لسه في الاتوبيس طريقة تانية للسؤال عن الأماكن can you show me بدل كلمة can you tell me ممكن نقوله can you show me on the map please ممكن تفرجني على الخريطة فين مكان كذا can you show me on the map please هنا برضك انت بتسأل عن البلايس عن الأماكن نكمل مع بعض ايضا هناك طريقة اخرى for asking for directions انك تسأل بيها عن الاتجاهات I am looking for this address ممكن يكون العنوان دا مكتوب في ورقة أو موجود على الخريطة وتسأل واحد معادي في الشارع I am looking for this address أنا أبحث عن هذا العنوان طبعا انت ما بتسألش سؤال مباشر ما فيش question mark هنا I am looking for this address يعني معناه لو سمحت قل لي المكان دا فين يعني أنا ببحث عنه بس مش عارفوا فين I am lost أنا تاهيه مثلا I am looking for this address ممكن بطريقة أخرى how do I find واحد توقف في الطريقة how do I find ازاي اوصل لكذا ازاي اجد كذا how do I find how do I find the hospital how do I find the bus station how do I find the railway station وهنا في النقطة تحط الأماكن اللي انت ممكن تسأل عنها أيضا طريقة مؤهزبة ومؤدبة إنك توقف حد في الطريقة وتقول له ايه excuse me مع زيارة لو سمحت how can I go to excuse me how can I go to ازاي اصل الى وتكمل هنا في النقطة تحط المكان اللي انت بتسأل عليه excuse me how can I go to the bakery for example طيب ممكن طريقة تانية بنسأل بيها are we on the right road for Cairo دي تكلمنا عنها ok another one do you have a map عندك خريطة طبعا ليه انت هون انت عايز ليه الخريطة تحطي تسأل عن المكان اللي انت عايز تروح له so do you have a map عندك خريطة وبعد كده ايه نكمل مع بعض نسأل أسئلة تانية مثلا are you from around here انت ممكن تسأل واحد ما عرفش يدلك عن المكان فممكن تسأله are you from around here انت من الحتة دي انت من هنا يعني are you from around here هيقول لك yes I am or no I'm not طبعا قال لك yes I am هتكمل تسأله قال لك no I'm not خلاص thank you are you from around here سؤال جميل جدا ممكن where is في منطقة البساطة جملة بسيطة جدا where is the museum where is the bus station where is the parpers where is the clinic ده سؤال جميل جدا باستخدام أداة الاستفهام where is مش متعقد خالص يعني السؤال ده طيب which the best way to اي الطرق افضل الى برضك انت بتسأل عن ايه الاتجاهات which the best way to which the best way to يعني في اماكن كتيرة تودك للاماكن ان المكان انت تسأل عليه ولكن asking for directions in different ways you can ask which the best way to اي الطريق افضل الى جميلة جدا زي excuse me ممكن قولي pardon me مع زيارة I lost انا توت how do I get to the bus station pardon me مع زيارة I lost انا توت بصراحة how do I get to ازاي اصل الى وتسمي المكان اللي انت ايه عايز دي بالنسبة للسؤال عن asking for directions نكمل I'm looking for انا ابحث عن عندي جملة تانية جميلة جدا هي جديدة دي could you direct me to ممكن توجهني الى توجهني الى could you direct me to المكان اللي انت عايز to the railway station bus station مثلا the bus office the bank whatever so could you direct me to ممكن لو سمحت توجهني او توريني المكان الى may I ask for some help توقف واحد كده فجأة وتقوله ايه may I ask for some help ممكن اطلب المساعدة ايه المساعدة I need to get to انا عايز اوصل الى كذا انا محتاج اوصل الى كذا so may I ask for some help I need to get to وتسمي المكان اللي انت ايه عايزه another one how can we get to ازاي اوصل الى how can we get to ازاي اوصل الى مكان كذا وتسمي المكان اللي انت احيزه ده بالنسبة الى asking for direction طب ازاي ترد على الاسئلة دي انت نفترض سألتها هتلاقي اجابة طب لو انت سئلت هذه الاسئلة هتجاوب ازاي هنا نتكلم عنها اللي هي giving directions ازاي ترد على واحد مثلا تقول له ايه اطلع طوالي كده على طول هتقول له ايه go up go up the bank go up this street go up this road go up this block whatever يعني امشي كده على طول وهتلاقي الانت ممكن عايز تحدد له التاني تقول له ده على الناحية على الزاوية دي او في الكورنر ده فهمقول له ايه it's on the corner ممكن واحد يسألك يقول لك ايه where is the bank فين البنك where is the bank زي ما سألك هو هترد عليه تقول له it's on the corner ده على الناحية على الزاوية it's on the corner او ممكن تقول له ايه go straight ahead اطلع طوالي اطلع طوالي او امشي طوالي go straight ahead او ممكن لو انت عايز تقول له حاجة انا تقول له cross اعبر كذا cross this road cross the street whatever او ممكن تقول له ايه مثلا go along امشي طوالي go along this street فطبعا كل الاجابات دي تعتمد على المكان فين يعني بس في حالة الاجابة في الconversation والكلام ده ممكن الجمل دي كلها تعبر عن الاجابة لهذه الاسئلة ممكن تقول له turn right يعني اتجه يمينا زي ما هيكون برضو في ايه turn right نكمل مع بعض ايضا giving directions بدلا ما قلنا الاول احنا turn right في مثلا turn left ايضا هنقول له مثلا turn left into صلاح الدين street وهنقول اسم الشارح هنا turn left into يعني اتجه شمالا يسارا او شمالا الى ايه انتو صلاح street او جمال عبد الناصر street whatever او ممكن تقول له it's in the middle of the block يعني في منتصط المباني المبنى السكني it's in the middle of the block it's in the middle of the block ده على حسب طبعا وجود ايه الحاجة اللي بيسأل عنها you will pass a nugget on your كذا يعني انت ممكن هتمر بمكان كذا على يمينك او على شمالك يعني for example you will pass a bank on your left you will pass a hospital on your right so دي تعتمد على ايه المكان take this road خد الطريق ده take this road وبعدين كده ممكن تقول له ايه turn left وبعدين كده ممكن تقول له it's in the middle of the block وكده انت بتدي ايه directions giving ايه directions او ممكن تقول له it's on your right على يمينك او على ايه شمالك دي بالنسبة ايه للغاق ايضا نكمل مع بعض it's on your left في it's on your right في it's on your left ممكن برضو تقول له it's about from here تدي له الطول بالامطار او بالكيلومتر ممكن تقول له it's about 100 meters from here it's about 100 meters from here او 500 meters على بعد 100 متر او على بعد 500 متر من هنا ممكن ايضا ايجابة تانية take the first road on the right خد اول طريق على يمينك take the first road on the right خد اول طريق على يمينك وايضا ممكن take the second road on the left خد تاني طريق على شمالك take the second road ممكن first road ممكن second road ممكن هنا left ممكن هنا right whatever ايضا ممكن اقول له it's next to it's next to بجوار كذا it's next to the 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 barbers shop it's next to the clinic whatever so يوه هنا احنا حضراتكم اتكلمنا عنا حكتين مهمين how to ask about directions والجزء التاني كان how to give directions ان شاء الله يكون الفيديو عقبكم ان شاء الله وارضوا من الله ان يكون في افادة لكم والقاكم على خير في فيديوهات قادمة ان شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة